يا أهلا بحضراتكم من جديد وخلينا نرجع للخبر اللي كنا قلناه لحضراتكم بخصوص استشهاد أحد المصابين في انفجار قنبلة أو قنبلة الوقاع أمام مركز تدريب الشرطة في طنطة أنا الحقيقة هممني جدا نعلق على هذا البيان مش لأنه مهم هو يعني أكيد بيانتهم زيهم الحقيقة ولكن فكرة إصدار بيان والاعتراف الأكيد بأنه جماعة الوقت الثورة الإرهابية هي منطقة خلف هذا الوقت الحادث الإرهابي وفكرة أنه التهديد والتوعيد وأنه نحن نكمل ونستمر أنا عايزة أسأل سؤال ربما ده المواطن العادي بيسأله هل لهذا البيان أي مدلولات هل لهذا البيان أي معنى ممكن نفسره به تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف الأستاذ ماهر فرغالي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية صباح الخير يا فندم خير يا أستاذ أماني صباح الخير يا صباح الفل يا فندم إزاي حضرتك أريت بيان لواء الثورة طب أنا عاوز أقول لحضرتكم لأستاذ المشاهدين أولا أوضح ما يحدث أولا جماعة الإخوان المسلمين لها جناح أسكري مسلح بتمثلوا الآن حاجة اسمها حركة حسب ولواء الثورة اللي بيدير الحركتين معا واحد اسمه أيمن عبدالغاني ده في تركيا اسمه أيمن إيه يا فندم؟ أيمن عبدالغاني سهر خيرة الشاطر وهو من يشف على الحركتين معا وهو من هناك قائد حسم اللي حرك بتقوله ده يا أستاذ ماهر عشان بس ده كلام طبعا مهم جدا ده معلومات مؤكدة؟ أنا بقولك معلومات مؤكدة ده مش تحليل ده مش تحليل معلومات مؤكدة أنه من يدير حركتين حسم ولواء الثورة؟ أيمن عبدالغاني من خارج مصر من خارج مصر وهو صهر خيرة الشاطر هو المشرف العام على الحركتين وعلى وضع السياسات لهما من نسبة للمدير التنفيذي لحركة حسم هو واحد من المنصورة اسمه علاء علي السماحي ده شاب صغير عمره في حدود 28 سنة وهو قائد الفعلي لحركة حسم حركة دواء الثورة من يديرها هو يحيى موسى وده هارب وهو المتهم الأول في حادث اختيال الراحة للنائب العام في الفترة الأخيرة عملوا وعقدوا اجتماع خارج وداخل مصر قالوا فيه أن الواقع الثورة تم لأمن المصري استطاع أنه يضريفها ضربات إجهاضية ضخمة جدا وعليهم أنهم يعيدوا إحياءها مرة أخرى من جديد وبناء عليه نسق على السماح مع ناحية موسى وبدأوا يرتبوا لإعادة ما يطلق عليه الواقع الثورة وعمل مجموعة من العمليات عشان يقولوا ويثبتوا أنهم مازالوا قادرين ومازالوا مستمرين حملية إظهار كيان ده بيسموها عندهم في سياسة إظهار كيان وإثبات مجود إظهار كيان نعم نعم ومن هنا ظهر هذا البيان وظهرت هذا العملية اللي هي كلها مجموعات إخوانية واحدة لكن هي مرة هنا يقول لك ده الواقع الثورة ومرة يقول لك ده حصل لكن هي الجناح العسكري المسلح لجماعة في الإخوان المسلمين أنا طبعا ممكن ما كنتش بستبعد إطلاقا يا فندم أنه البيان ده يكون معد سلفا أصلا حتى من قبل العملية ومجرد بس سايبين كده خانات فاضية لعدد شهداءنا إحنا اللي هما بيسموهم قتلة يعني أو الإصابات أو غيره السؤال بقى هنا يا أستاذ ماهر لماذا هذا التوقيت سواء في تنفيذ العملية أو اختيار هذا التوقيت لإصدار مثل هذا البيان اللي زي ما بنقول هو أنا بعتقد وحرك طبعا صلح لي أو تغلطني في الرؤية دي أنه مش مرتبط قوي بفكرة نوع العملية بقدر ما إحنا عايزين دلوقتي نطلع بيان ونسبة حالة زي ما كنت حضرتك بتقول ما تنسيش أن فيه زيارة للرئيس للولايات المتحدة الأمريكية للأسف هم أخطئ يعني ده توقيت خاطئ جدا مش في صلاحهم الرئيس رمبو يتوافق في نفس الرؤية مع الرئيس السيسي في مقاومة الإرهاب وأن مصر تواجه إرهاب لا مثيلة له وأنها استطاعت أن تقوم طوال هذه الفترة الماضية الضغوط متوالية جدا من جناح المسلح الإخواني من أجل الضغط على الدولة المصرية وإشعار الدولة المصرية أن العمليات ستستمر من أجل التفاوض والإفراج عن قيادات الجماعة طبعا بتجري محاورات داخلية داخل التنظيم في السجون وفي خارج السجون حول مراجعات بتأتي عمليات هذا الجناح من أجل إفساد كل المراجعات الفكرية لا وجود لمصلحة لكن هي مراجعات فكرية بيحاولوا بعض القيادات مراجعة نفسهم فيها بيحاول هذا الجناح المسلح إفساد كل هذه المراجعات التي تجري حاليا من بعض خيادات جماعة الإخوان المسلمين هل التوقيت مهم للغاية بالنسبة للجماعة أرادوا في إثبات الوجود وفي زاد الوقت إبساد أي مراجعات للخيادات الأخوة هل عند حضرتك معلومة يا فندم أيمن عبدالغني طالما ثابت أنه هو من يدير حركتي حسم ولواء الثورة وهما الجناح العسكري التنفيذي للعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان هل عند حضرتك معلومة إذا ما كان موضوعا بالفعل على قائمة ترقب الانتظار أو مطلوب بالإنترقل أغيره؟ طبعا ده موجود يحيى موسى المتهم الأول في حرس المردعام أيمن عبدالغني متهم أيضا في نفس الخضية كل اعترافات لو رجعنا للتحقيقات في النيابة وراجعوا كل التحقيقات اللي هي تم التحقيق فيها مع مجموعات الإخوانية رجوا هتلاولي اعترافات على ثلاث شخصيات يحيى موسى علاء السماحي طبع علاء السماحي ده في المنصورة مش برا مصر مش كده؟ لا هرب مؤخرا يعني هرب مؤخرا هرب برا مصر ولا دخل الجبال؟ خارج مصر خارج مصر أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ ماهر فرغالي الباحث في شؤون الحرقات الإسلامية خلينا أمنيا نشوف مدلول هذه العملية لأنه الحقيقة أنا يعني ممكن الوقت حد يقول شمعنا الحادثة الإرهابية دي لوقفين عندها ما احنا في حوادث إرهابية كثيرة يعني بتقع عندنا من هذه الجماعة الإرهابية الحقيقة إنه زي ما قلت فكرة العملية وفكرة مع ربطها بهذا البيان قد يكون معد سلفا هي الفكرة إنه إحنا في التوقيت ده تحديدا عايزين نعمل عملية وعايزين نطلع هذا البيان عايزين نسبة زي ما كان أستاذ ماهر بيأكد إنه بنسبة حالة إحنا بنسبة وجودنا خلينا ناخد بقى